ده اللي حياتك شايفينه على الشاشة دون ده بعض القاعات الخاصة بمتحف الفنون الشعبية التابع للمعهد الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون. ده في الهرم. ده في الهرم. هو الأول سنة 57 كان موجود في التوفيقية. البعض التاريخي بتاعه. المتحف ده من سنة 57 من تاريخ إنشاء مركز دراسات الفنون الشعبية. المركز جوال المتحف. عد عشرات السنين في التوفيقية. اللي هو المكانه. وبعدين اتنقل في 2015 لأكاديمية الفنون للمبنى الحقيقة يعني الأكاديمية ووزارة ثقافة فيه مبنى أعمال ومبنى كبير وضخم وهاي للمركز. المجتنيات بتاعة المتحف اللي جوال المركز اتعمل لها مبنى تاني مجاور. بعدنا في أكاديمية الفنون معد الفنون الشعبية ومركز الفنون الشعبية ومتحف الفنون الشعبية. بس لما اتعمل المبنى الجديد بتاع المتحف أصبح لنا فرصة لأول مرة من عشرات السنين. نحن نحط مراكب بحر الحرفة الفخار. بعد ما كنا نجيب قطع فخرية والعطاقة بس لأنا نجيب الماكنة بتاعة الفخار. عجلة الفخار نفسها. بيننا نعمل تماثيل للناس وهي بتشيل المراحل ازاي بتتشكل ازاي بيتمجسمات حية للصانع وللمنتج نفسه. والمنتج نهائي والمراحل بتاعة. والمراحل. يعني حضرتك بدل ما بتخش المتحف الأول بتشوف قطع فخار. نفس الأكاية في الخيامية نفس الأكاية في النجارة نفس الأكاية وهكذا. النسيج والنول والقاعة. النسيج مثلا الجزء اللي أنا شايفينه ده القاعات اللي هي المناطق الثقافية. ده بدوسينة مثلا فيه أماكن فيه لسه قاعة للنوبة فيه قاعة وهكذا يعني فيه أكتر من حاجة. ولو فيه أزياء شعبية يتمثل أكتر من مكان فيه. عندنا النسيج والنول ده متسجل أعتقد في اليونسكو. أو السنة اللي فيه. طبعا عندنا عندنا الجزء من ده اللي هو في الكلور البحر. ده ممكن نتكلم عنه يعني ولو إن الصورة دي كان قبل ما يتعامل بقى شكل البحر. جميل إنه فيه مساحة كمان. دلوقتي زي ما حاجة بتقول. نتتسع لده نعمل المراكب والصيادين نشوف بقى مدن القناة والحاجات الجميلة بتميزهم. طبعا المتحف ده أنا الأساس فيه نعايتك تخشي تشوفي تراسك وتشوفي تاريخ بلدك وتتفعلي معاه وما فيش منها تتصوري وتفرحي والولاد. الولاد لما بيجوا بيزور المتحف بيكونوا في غاية السعادة. يعني الحقيقة وده بيسعيدنا أنا أكتر إن أنا على فكرة يعني معاية الوزير الثقافة تتحت المتحف في أكتوبر اللي فات. بعد كده زيارة اللي جات اللي بيسعيدنا واحدة اتكلمت عن طوارس الأجيال وكده الولاد الزغيرين والمدارس. ترجمة نانسي قنقر